موسيقى فيه طفارات لكن الطفرة اللي كتساعده وكتأهله باش يتكاثر وباش يلصق في المستقبلات وباش يدخل الخلايا ينتعنا بسهولة كي يحافظ عليها ولو قعد فيه واحد طفرة اللي ما كتساعدوش كيقوم بتصحيحها فهذه هي الخاصية اللي لنتع هذا الفيديو الخاصية الثانية أن هذه الطفارات هذه كتكون على حسب الجسم المستقبل فإلا كان الجسم المستقبل عنده مضادات طبيعية اللي هو جهاز المناعة وعنده مضادات مكتسبة من خلال التطعيم أو الفاكسيناسيون وعنده مضادات من خلال المواد الكيميائية الأدوية فالفيروس كي تيطور نفسه كي يحاول يفلت من كل هات المضادات طريقة اللي كي يدير هي عن طريق هات الطفارات وهات الموتاسيون فكين دبا هاد اللي شدين نكمباري ودبا نقارنه بالالفا والبيتا والقامة الألفا اللي هو في إنجلاتيرا والبيتا اللي هو في جنوب أفريقيا والدلتا اللي كان في الهند فالالفا تكون عنده واحد الإنسان في إنجلاتيرا اللي كان إيمينو دو بخيمي وكان عنده صوت خيتمون دو وغام دي سيفير دونك بقى الفيروس عنده واحد المدة طويلة فوقع هاتك التغيرات وخرج هاتك اللي اكتسب واحد الخاصية شنو هي هاته الخاصية عنده واحد لبختي في ديك لسبايك بخوتين ذاك البروتين الشوكي عنده واحد الخاصية أنه خصو يلصق في واحد لغي سيبتور اللي هو مستقبل في الخلايا انتع الرئتين فهو دار واحد طفرة واللات كيلصق بواحد سهولة كبيرة إذن كولك يدخل بسهولة إذن كيتكاتر بسهولة بالنسبة لهذا البيتا اللي في جنوب أفريقيا لأن الفيروس اللي تطور عندهم تكتسب واحد القدرة واحد آخر شنو هي القدرة على الفرار من المناعة المكتسبة لأن مني كنقول ان فاكسان شنو هو را كنشد هذك البخوتين الشوكي هيتطرف منه وهو اللي كندقوه إما عن طريق أن تندخله في واحد الفيروس وكيدخل فجهاز المناعة عن طريق كي يصغب كي يصغب مضادات حيوية أو مضادات أجسام مضادة ضد هذك البروتيين اللي دخلت إليه فكل جسم مضاد عنده واحد اللي بيتوب كيعرفو فمنين كي يجي وكيبدأ كي يحارب هذك الفيروس كي يجي واحد لوق ذاك الفيروس كيغير في ذاك بيتوب نتاعو باش وخا كي يكون ذاك مضاد الأجسام كي يجي باش يعرفو مك يعرفوش فليهذا المناعة أو النجاعة المناعية منتاع أستخزينيقة في جنوب إفريقيا انتقلت من 76% لعشرة في المياة سيبدأ بأن فقط عشرة منتاع الناس من مياة اللي حصلوا على أستخزينيقة في جنوب إفريقيا هما اللي كانوا محمين عندهم دي مضادات حيوية كابحة يعني دي زنتيكور نتخليز بينما 90% ما بقاش إذن غيروا الفكسن الآن شنو كي يوقع في ديلتا الديلتا كتسب واحد القدرة على الدخول للخلايا بواحد سهولة لا تتصور بحيث إلا كمبارينا إلا قارنا بالألف فالشارج فيغال لكون تتدو فيروس اللي كانت تتصغب يعني في القصبة الهوائية العليا يعني في النيف وفي الحنجورة ألف مرة كتر من الألف يعني واحد للشارج فيغال وهذا بش يعرفوها المختصين في اللابراطوار نتاع التحاليل من يلقى ومن يديرو ديك الPCR يلقى واحد للشارج فيغال كبيرة بزاف إذن للشارج فيغال كبيرة يعني الفيروس بكمية كثيرة ذوك ممكن إعادة ناس كتار وممكن بسهولة يهبط للرياء وإلا هبط للرياء كتوقع ديك المناعاء يعني جهاز المناعي كيحاول قاوم لكن سرعة الانتشار تتسبق سرعا تتع الجهاز المناعي باش نبسطه بلا ما ندخله في التفاصيل فالآن مني كان نديروا هاد اليقادة الجنومية شنه هو الهدف تنشوفو بحال ما كنتنا نشوفو هنا في الصورة واش وقعت شي طفراء في ديك لبخوتين اس واش كتسب قدرة باش يبقى كيدخول بسرعة واش وقعت واحد طفرات في واحد المناطق بحيث أنه ممكن يهرب من المناع ففعلا ده باب ده الفيروس كيكتسب واحد القدرة باش يهرب من المناع نقول مني كان نقول واحد واحد السؤال كيترحوه الناس يوقع لاش هذا فاكسيني وجه الجه كوبيد هذي كترجع لديك النجاعة نتاع الفاكسين مني كان نقول ران النجاعة نتاعه 70% را 70% نتاع الناس غادي يعني غادي تكون عندهم مناعة وغادي كتسبو مضادات أجسام مضادة كابحة يعني دي زنتي كو نتخليزو ولكن 30% ما غادي ش يكونوا عندهم دونك هذو 30% را معرضين باش ولكن المرض ما يمشيش بحل غادي نقول غادي تدير واحد الكبح كتكبح وكتفراني واحد شوية دونك ما ديش توصل المرض لواحد الحالة خطيرة جدا اللهم إلا عند الناس اللي عندهم أمراض مزمينة أخرى ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس